السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بخصوص البياندر هو بيترش قبل اللون ولا بعد اللون الموضوع عادي جدا رجالة ممكن ترشوا قبل اللون وممكن بعد اللون طبع على السرعة كريئة هو البياندنج علشان خطر بس ايه اخواننا المشاركين البياندنج ادي ده رف رف مرشوش معنا مرشوش لغات هنا كده اللون اللون اللي غات هنا لو ناخد بالنا بصه هنا اللون بص اللون مسبق ازاي هدي لون 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 والباقي ده واخد ورنيش حتى لو نيجي هنا بص ده واخد ورنيش بس مش واخد لون فكرته اننا بنرش الجزء المتضرر لون وبناخد الجزء كله ورنيش يعني هنا ده كان متمعجن ومتصنفر ومتبطن فيلر معانا قبل ما نرش بنعمل ايه بنرش الجزء ده كده بلندنج حاجة زي البياندر حاجة زي الورنيش كده شفاف هو اسمه بلندنج او بياندر اللي حابب شوفه عملي ان شاء الله هتلاقوا الفيديو بتاعه عملي لطريقة رشو بالتفصيل في التعليق المثبت طيب بنرش قبل اللون على الجزء ده وممكن ناخد الجزء كله بلندنج او بياندر ولكن هو وظفته مش لازم ناخد الجزء اللي كان فيه الفيلر وهو بعد ما صنفرنا الفيلر يعني طب رشينا قبل الجزء ده بلندنج او بياندر بنرش بقى البيس كود بتاعنا او اللون بنرش كده بنموه بالمسدس بنرش بنموه بص اخر العفرة بتاعت اللون فين اهي بتمويها كده اللون ده لما بينزل على البلندنج وهو طريق ما بيعملش البقعة او الخشانة يعني لو نجم بص يمين وشمال مش هتلاقي ايه حرف اللون باين ليه انت نزلت بالبلندنج الاول طب هنفرض اللي احنا ما نزلناش بلندنج او بياندر اللي رفرف جاف تهارنا ونفضنا وايد الفيلر اهو وهنرش دي لون اللي بيحصل اللون بينزل بيبقى هنا مية مية اخر حرف اللون بتلاقي فيه زي سواد او تشبيحة كده بعد ما ترش رونش لاقي ايه اللون هنا مختلف عن اللون هنا انما البلندنج او البياندر بينزل بيكون عبارة عن حاجة طرية زي الورنش كده هو بيستقبل حبابات اللون بتنام جواه ما بتعملش الخشانة او البقعة انما بدون البلندنج الحبابات نفسها بتنزل على سنونها وقفة ما بتنزلش نايمة فبالتالي بيظهر البقعة والخشانة للون الطبيعي بتاعها لما بتنزل فوق البلندنج بقى بيكون حاجة زي المرتبة حاجة طرية الالمونيات بتنزل نايمة جنب بعضها انما ما فيش بلندنج السطح هيكون ناشف صخر اللون هيجي يقف بدل ما هو ينزل نايم لا ينزل على سنونه لان وانت بترش كده هو وانت بترش عادي اللي هنا هو البقعة بتنزل مرصوصة وبتلمع انما وانت بتلف في ايدك كده عشان تعمل عملية السرقة والتمويه اللون بيبعد بياخد مسافة ابعد مع الها ومع ده مع ده ما بينزلش هنا بيلمع زي ما نازل هنا هو لا بينزل هنا واقف على سنونه وخشن فبالتالي بيظهر البقعة بتاعته لان طول ما الحباية واقفة كل ما الاضاءة هتنزل عليها بدلا من الاضاءة هتنزل كده وتيجي كده لا الاضاءة هتنزل كده وهترجع تاني هتشوف الجنب المعتم من الحباية انما لما الحباية تبقى واقفة عادلة كده الاضاءة هتنزل كده هتضرب كده انت هتشوف اللون بتأثيره وشكله الطبيعي طيب احنا عاوزين بقى البلندنج ده نرشه كده في يمنا كسطته قبل طيب في بعض الاوقات ممكن البلندنج ده ترشه تأخر البلندنج ده مش لازم ترشه قبل اللون ازاي انا معاك جو حر احنا قلنا وزيفة البلندنج او البياندر هو بيترشه وهو طاري وهو حنين بتبدأ ترش اللون اللون بينزل فيه الاثنين بيندمجوا مع بعض ما بيعملش ايه ما بيعملش سنون لا الاثنين بيبقى سوى واحد البلندنج جماع اخر حرف اللون بيقى سوى واحد طيب انا معاك جو حر الجو حر تمام كده هو رشات البلندنج جيت عبال ما رش اللون ليت البلندنج نشف بنسبة كبيرة فقط الخواص بتاعته تمام كده بنعمل هنا ايه بقى مع البلندنج او البياندر ما بنرشش البلندنج او البياندر دلوقتي تمام كده هوا بنرش اول طبقة لون اول طبقة لون احنا متصنفرين ومجاهزين وجزء انا متصنفر بـ 800 على الجاف او بـ 1200 او 1500 مية لان هياخد ورنيش بس انما هنا ده متصنفر بـ 800 بالمية او بـ 500 على الجاف رشنا اول طبقة لون طبعا اللون باين لان هنا ده سطح مطفي بتلاقي ايه اخر حرف اللون الحبابات وقفة ايه لعلى سنون هعمل البقعة طيب رشنا اول وش لون قبل تاني وش لون بنجيب التجراء القماشة ونطوق العفرة نتيجة اول وش لون نقوم رشين البلندنج او البياندر اهو على الجزء ده كله كده وهو طري بنقوم رشين ايه اخر وش لون نعفر ده يبقى احنا استفدنا بالبلندنج وهو طري نزلنا اللون انما لو نزلنا البلندنج لو نزلنا البلندنج او البياندر اهو رشينا ونزلنا اول وش لون بنستنى عشر دقايق عبل ما ننزل بتاني وش او خمس دقايق اصبح اللون بينشف وده بينشف معاه فبالتالي بيفقد خواصر اللي هو الويت بتاعه او الرطوبة بتاعته تيجي تنزل هو ان شاء الله مفعوله هيشتغل ولكن احنا بنقول احيانا بناخر البلندنج او البياندر ليه فقاري فكرته لكن انت لو رشيت حتى لو الجو حر ان شاء الله بردك هيديك نتيجة كويسة ولكن احنا بنفضل احيانا اننا ناخر عملية البلندنج او البياندر خصوصا لما بيكون الجو حر او حاجة ولو انت استخدمت معاه تنهر بطيء ده هيكون افضل علشان خاطر يفضل محتفظ بالطريان بتاعه او الرطوبة او الويت بتاعه فقادي الفكرة اعادي جدا لو ترش قبل اللون او بعد اللون مفيش اي مشاكل وممكن ترش بدون بلندنج اصلا وده كنا عاملين اعطلع عندكم بردك في فيديوهات عملي بترش اول وش وفي تاني وش بتبدأ اللي انت تخف اللون شوية وتعفر تغبير 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 ولكن برضو احيانا في بعض الالوان الحساسة ما بيكونش الوضع كويس زي البلندنج بصراحة البلندنج او البياندر وده موجود في اي سيستم دهان سيارات موجود البياندر ده اللي هو داخل الالوان اللي هو بيخش في الالوان اللي هو الشفاف لكن مش اي بياندر لان في بياندر بيكون خاص بالبوية السادة السولد كولر وبياندر خاص بالبسكوت احنا اوزينا على البسكوت وانت اسأل الدعم الفني بتاعك قولوا انا عايز البياندر اللي اسرق عليه الالوان حاجة زي كده ده اسمها سرقة بتسرق اللون منه فيه مش عاوزين مش عاوزين نرش نجي هنا لون عشان مايفرش مع الباب مايفرش مع الكبوت مايفرش مع الاي بناخد ده على قده كده لون ونبدأ ناخد الجزء كله ورنيش اي تفصيل اي حاجة ان شاء الله هتلاقوا في التعليق المثبت فيديوهات عاملة للكلام دوا ودايما تبقى التعليق المثبت الرجالة واللي عنده اضافة يسيبها لاخواته في التعليقات ننسوناش في الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة